اشتركوا في القناة المصرفي كرافد مهم في المنظومة الاقتصادية وترسيخ المكانة الرائدة التي حققتها المصارف الإسلامية محليا وإقليميا وعالميا نتيجة تعظم دورها وانتشار مبادئها وامتجاتها المبتكرة التي تواكب متطلبات الحركة الاقتصادية والاستثمارية وعبر سموه عن اتزاز المملكة كونها من أوائل الدول التي أدركت إمكانية النمو الهائلة للتمويل الإسلامي وعبنت على حشد الإمكانات وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية التي عززت من تنفسية البنوك الإسلامية نحن كما تعرف في منتصف العام أنشأنا قسم خاص في داخل المصرف المركزي لمتابعة عمليات تطور هذه الصناعة وإحنا تقريبا أول مصرف مركزي في المنطقة الذي خصص غسم في هذا المجال أصدرنا التشريعات المناسبة ورخصنا وصرحنا لتقريبا أربع شركات للعمل ضمن البيئة الرقابية التجريبية فإحنا ماشيين بهذا الاتجاه باعتقادنا أن هذا سيكون حدث مهم وسيفيد ليس فقط الغطاع المالي ولكن الاقتصاد في البحرين وإحنا دائما نحرص أن يكون أحدث التطورات فيما يتعلق بالتكنولوجيا وخاصة في أنظمة المدفوعات والتسريات اللي في الواقع بتسهل على زبائن البنوك سواء كان أفراد أو شركات وفي نفس الوقت بتحسن من الفعالية تقديم الخدمة وتغلل التكاليف أعلنت ثلاثة مصارف إسلامية اليوم على هامش فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية عن إطلاق أول اتحاد تكنولوجيا مالية إسلامية على مستوى العالم بهدف تسريع عملية إيجاد حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويضم هذا الاتحاد الذي أطلق عليه اسم ألغو البحرين كبرى البنوك في هذا القطاع مثل مجموعة البركة المصرفية وبيت التمويل الكويتي وبنك البحرين للتنمية ويعتبر ألغو البحرين مبادرة استراتيجية لتجهيز المصارف الإسلامية للنقلة النوعية القادمة في القطاع المصرفي نتيجة لآخر الابتكارات للتكنولوجيا المالية وسيساعد اتحاد ألغو البحرين من خلال نهجه التعاوني البنوك الإسلامي على إيجاد وابتكار وتنفيذ حلول تكنولوجيا مالية منخفضة تكلفة وسريعة بحيث تتمتع باستقلاليتها الكاملة وجود هذه الشركة سيمنحنا الفرصة للتركيز ولجلب المنتجات التي ممكن استفادة منها لخلق النمو اللازم وللتسهيل كذلك على العملاء ستفيد العملاء بشكل كبير لأن تعاملهم البنك سيكون أكثر سرعة أكثر أريحية طرحنا أفكار جديدة خاصة بالتقيرات الكاملة والهيكلية في الحياة العملية الخاصة بالصيرفة كانت إسلامية وتقليدية أو بالأمور الأخرى واليوم تحدثنا عن العملة وعن الديجيتالز وعن موضوع الفينتك فهناك آليات جديدة دخلت السوق ما كانت موجودة في السابق أو كانت موجودة ولكن كان استعمالها قليل البحرين لطالما كانت مركز للبنوك الإسلامية ومؤخرا أبدأ استعداد لتكون أيضا مركز في مجال الفينتك كثير من البنوك بدأت تخطي هذه الخطوات وتتخل هذا النهج وكثير من البنوك لديها أجندات داخلية في هذا المجال وليست هذه الشراكة إلا مجهود إضافي يضاف للمجهود الداخلي الحاصل داخل البنك لتحقيق هذه الأهداف وقعت مؤسسة التنظيم العقاري اتفاقية مع شركة International Development of Ireland والتي سيتم بمجبها صياغة الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ قانون تنظيم القطاع العقاري وإعداد معايير ترخيص الأنشطة العقارية والهيكل التنظيمي ووضع الأنظمة المالية والتقنية والخطة الإعلامية ومباشرة المرحلة التشغيلية للمؤسسة وقد وقع الاتفاقية كل من الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وتيد بوي مدير الشركة الاستشارية ويتمثل الهدف من تعيين شركة استشارية هو إنشاء وتشغيل مؤسسة التنظيم العقاري لمدة ثلاث سنوات الشراكة مع الشركة استشارية بحجم IDI اليوم معانا على أرض الواقع ستعطينا سرعة ومرونة في عمل منظم ومطور لما وصلوه الآخرين في العالم في المجال العقاري فالتعاون مع الشركة استشارية في إنشاء المؤسسة وتشغيلها لمدة ثلاث سنوات القادمة أن نضمن أننا لا نغير من سياسة البلد وسياسة الحكومة في وجود قاعدة متينة للقطاع العقاري وتحمل المستثمرين فيه وتحمل المطورين في القطاع العقاري فما في شك أن العمل بشركة مثل IDI ولها باع طويل في الاستشارة والتشغيل فتعطينا هذا الدافع أن نضمن عدم المساس وعدم أن نغير من الواقع الموجود والآن وقفة سريعة مشاهدين مع أسعار صرف أدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل نشرة اقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء لانخفاض نسبة 0.15% عند مستوى 1272 نقطة وذلك عاد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين واربعمائة واربعة وخمسين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت سبعمائة وخمسين ألف دينار تم تنفيذها من خلال ست وستين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع صناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبة 42% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بانخفاض بنسبة نصف نقطة مئوية عند مستوى 7076 نقطة وجاء على رأس الانخفاض قطاعي البنوك والمواد الأساسية نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.13% عند مستوى 6214 نقطة وذلك لتراجع قطاعي البنوك والخدمات المالية ننتقل إلى الأسواق الإماراتية ونبدأ مع أبو ظبي التي تراجعت بنسبة 1.46% عند مستوى 4263 نقطة بعد تراجع كافة مؤشرات البورصة فيما سجل سوق دبي المالي تراجعا بنسبة 1.11% عند مستوى 3393 نقطة بسبب تراجع كافة مؤشرات البورصة أيضا في حين كان الرابح الوحيد في تدولات اليوم سوق مسقط للأوراق المالية الذي أغلق بارتفاع بنسبة 0.06% عند مستوى 5190 نقطة مدعوما بتقدم أسهم القطاع المالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر